بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج عظم الله جورنا ووجوركم باستشهاد سيدتنا ومولاتنا فاطمة عليها السلام كثير من الأخوة والأخوات يبعثون برسائل حول قضية أشعر بالحزن طوال اليوم أشعر بالكآبة أشعر بالحيرة بالقلاق بالاضطراب عدم الراحة عدم الاستقرار يومي كله فوضى إلى ذلك ما هو الحل للتخلص من الحزن للتخلص من الكآبة للتخلص من الهموم القابعة في صدرك النبي صلى الله عليه وآله في حديث واضح لا يحتاج لا إلى تفسير ولا إلى تأويل كلام واضح وصريح جدا ولن تجد له بدلا كيف النبي صلى الله عليه وآله بصريح العبارة قال من ضمن لي الصلاة في وقتها ضمنت له انقطاع الهموم والأحزان انتهى النبي صلى الله عليه وآله بصريح العبارة كلام النبي لا يحتاج لا إلى تأويل ولا تفسير والعلاج الآن بين يديك علاجك بين يديك فقط صلي في وقتها حاول قدر الإمكان أن لا تؤخر الصلاة ولو كنت في العمل حاول أن تستأذن ولو لدقيقة وإذا لم يأذنوا لك فليس عليك شيء أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى فالإثم عليه فليس عليك ولكن حاول أن تصلي إذا استطعت لذلك سبيلا أما في البيت فلابد أن تصلي في وقتها كي ينقطع عنك الهموم تنقطع عنك الهموم والأحزان بلا رجعة بلا عودة أبدا انتهى النبي كان واضحا صلى الله عليه وآله الصلاة في وقتها تقطع الهموم والأحزان أي أن الله سبحانه وتعالى يجعلك تعيش حالة الفرح حالة السرور من دون أي ضيق تجد أن الله يقضي لك جميع الحوائج وأن الله سبحانه وتعالى يرفع عنك جميع المعرقلات في حياتك ويبعد عنك المشكلات إلى غير ذلك فجرب ولا تشك برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام طبعا هذا الكلام أصبح حج عليك وحج علي وحج عليك وحج على الجميع يعني لا يأتي فلان ويقول بعد الآن لماذا الحزن ما زال في حياتي أريد أن أتخلص من الحزن قال النبي صلى الله عليه وآله قولته وانت حتى في يوم القيامة تقول يا رب قضيت حياتي حزينا كئيبا يقول لك ولله الحج البالغة يقول لك فورا ألم يقول لك نبيك صلي في وقتها وتنقطع عنك الهموم الأحزان فالآن أصبح الكلام حج عليك يعني ماكو بعد أي عذر لبقاء الحزن في حياتك أصبح الآن الحل واضح جدا وفي خدمتكم إن شاء الله تعالى برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي علي وفي خدمتكم إن شاء الله تعالى